اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال ناس كتير جدا بتبعاتلي عن مشكلة جلد الوزة يا دكتورة عندنا جلد الوزة ده تعبنا ومديقنا وبنحاول نعمل حاجات كتير ووصفات كتير وكله مش بيجيب اي نتيجة النهاردة انا هقول لكم المشكلة دي بتحصل ليه وحدلكم على افضل الكريمات اللي ممكن تجيبوها عشان تحلوا الموضوع ده نهائي ومن ارخص الاسعار للاغلى حسب المقدرة ولو مش قادرين تشتروا الكريمات فانا هدلكم وصفة بسيطة جدا من 10-15 جنيه تقضيها وتبقى زي الفلو هتجيب نفس التأثير مش بس كده هقول لكم على شوية نصايح مهمة جدا تعملوها علشان حتى لو عليكتوا المشكلة دي ما ترجعش تاني خليكم معايا وسجلوا بقى لانها هتكون حلقة مهمة جدا قبل اي حاجة متنسوش تعملو لايك الفيديو سابسكرايب في القناة وفعلو علامة الجرس علشان توصل لكم الاشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول ولو عندكم اي سؤال في الحلقة دي او في اي حلقة تانية سبهولي وانا هجاوبكم عليه طيب اي هي بقى مشكلة جلد الوزة؟ جلد الوزة هي عبارة عن حالة جلدية شقيعة جدا عبارة عن اي بقى؟ عبارة عن ان الجلد بتبدأ تظهر عليه نتوئات زغيرة او مطبات زغيرة وبتخلي الجلد يشبه كده ملمس جلد الوزة او جلد الدجاج او ورق الصنفرة وبالتالي بيبقى ملمس وحش وسيء جدا وطبعا بتظهر في اماكن كتير جدا من الجسم زي مثلا ممكن نلاقيها في الدرعين ممكن نلاقيها اعلى الفخدين ممكن نلاقيها في الارداف وممكن تظهر على الوش بس بتبقى يعني بنسبة اقل وطبعا بتزيد اكتر في فصل الشتاء لان الرطوبة بتقل وكمان بيعانوا منها اكتر ناس اصحاب البشرة الجفة كده يبقى احنا عرفنا ايه هو شكل الجلد في الحالة المرضية دي تعالوا نعرف ايه الاسباب اللي بتوصل الجلد ان هو يظهر في الشكل ده السبب الرئيسي هو تراكم الكيراتين على سطح الجلد الكيراتين هو بروتين مسؤول عن صحة الجلد وانه هو بيحافظ عليه من الالتهابات والاشياء الضر طيب ايه اللي بيخلي الكيراتين يتراكم على سطح الجلد؟ عدة اسباب زي مثلا ممكن يكون بسبب عوامل وراثية او ممكن يكون بسبب ابراد جلدية زي الاكزيما او ممكن يكون بسبب البدانة او زيادة الوزن وممكن يكون بسبب تغير هرموني وده بيحصل اكتر حاجة مع النساء اثناء فترة الحمل لاي سبب من الاسباب دي الكيراتين بيبدأ يتراكم على سطح الجلد وبدل ما الشعر بتطلع على طول طبعا هو كده سدل لها المكان اللي هتطلع منه فبالتالي بتطلع متنية تحت الجلد وما تقدرش تطلع بشكلها الطبيعي فبتعمل بقى النتوءات والالتهاب والاحمرار وده اللي بيوصل الجلد للحالة المرضية اللي بتسمى بورق الصنفرة طيب نيجي بقى للعلاج والعلاج بسيط وساهل جدا اول حاجة هنستخدم كريم مقشر او كريم لازالة خلايا الجلد الميتة وتاني حاجة هنستخدم كريم مرتب بالنسبة بقى لكريمات التأشير دلوقتي هعرض لكم مجموعة من الكريمات اختاروا منها كريم واحد بس مش كلهم تختاروا منها كريم واحد بس حسب المتوفر عندكم اول كريم هو اكريتين نص وده موجود تاني كريم هو ديبروسالك كريم تالت كريم هو ازيس سكاليا اي اتش اي رابع كريم هو ازيس يوريليا وخامس كريم هو الافن اكيرات وبالنسبة للناس اللي برا مصر اشهر حاجات هيلقوها الاكريتين او الديبروسالك او الافن التلاتة دور هتلاقوهم موجودين فدي تعتبر من افضل كريمات التأشير اللي ممكن تستخدموها والاسعار كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف طيب لا يا دكتور انا مش عندي امكانية ان انا ادفع ومش هقدر ادفع فلوس وعايزة حاجة عملها في البيت طيب يبقى انت بقى جيت في المكان الصح حديلك حاجة بسيطة جدا تعمليها في البيت وفي فوايتها رائعة جدا عارفة زيت جوز الهند هتشتريه من العطار او من مكان موسوق او صيدلية هتاخدي منه ملعقة كبيرة وتحطي عليها ملعقتين كبار من السكر وطبعا تضعفي الكمية حسب المكان اللي انت محتاجة تعملي عليه التأشير زيت جوز الهند معروف بفوايده رائعة جدا للبشرة وانه بيقلل الالتهاب والمسك ده مفيد جدا ان هو بيعمل على التأشير وازالت خلايا الجلد الميتة وفي نفس الوقت بيدي نعومة للبشرة فبالتالي هو كله مفيد جدا ويعتبر من افضل المقشرات الطبعية اللي انت ممكن تعمليها في البيت يبقى كده اول مرحلة ان احنا استخدمنا كريم التأشير اختاروا زي ما قلتلكم كريم والناس اللي مش هتقدر ممكن تعمل الوصفة الطبعية نيجي بقى للخطوة التانية وهي كريم الترتيب ايه افضل كريمات الترتيب اللي ممكن اشتريها وتفيد الجلد وتمنعه جدا من الجفاف اشهر كريمات ترتيبة كويسة جدا موجودة اول حاجة هو كريم كاربامايد وده طبعا معروف جدا ومشهور جدا تاني حاجة افن كولد كريم وده حلو جدا وتالت حاجة ازيس كاليا بالم التلات حاجات دول من اشهر كريمات الترتيب واقواها المتوفرين في الصيدليات والناس اللي برا مصر برضو حيلقوهم طيب برضو نفس الحكاية لأ الحاجات دي غالية وانا مش هقدر اكمل عليها اسهل وابسط واجمل حاجة للترتيب هي زبدة الشية اشتري زبدة الشية من اي مكان يكون بس مكان موصوق وانتي عارفاه وطبعا ترتيب زبدة الشية ده بيبقى حلو جدا لانها بتدي للبشرة ترتيب داخلي وترتيب عميق وبتخلي البشرة ملمسها زي ملمس كده بشرة الاطفال فتعتبر من افضل المرتبات الطبيعية هي زبدة الشية يبقى كده احنا حلينا المشكلة بمنتهى البساطة ان احنا استخدمنا اول حاجة كريم تأشير وتاني حاجة استخدمنا كريم ترتيب فيه بقى نصايح مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها علشان لما تعالجوا المشكلة دي ما ترجعش تاني او على الاقل الجلد يحتفظ بالنعومة بتاعته والرطوبة بتاعته هم عبارة عن ست خطوات رأسية لازم نلتزم بيهم ونحاول ما نوقعش ولا واحدة منهم ونخليهم نمط حياتي اول حاجة وهي ازالة الشعر بالطرق الصحيحة يعني نحاول نبعد قدر الامكان عن الشيفنج او الشفرة او الحلاء او الحاجات دي نحاول نزيل الشعر طرق صحيحة ولما نزيل الشعر حاول نزيل الشعر في طريق اتجاه نمو الشعر مش عكسه لانه عكسه ده بيبقى غلط جدا فحاول يبقى في نفس الاتجاه تاني حاجة مهمة جدا المياه لازم نشرب على الاقل كل يوم لترين مياه بما يعادل 8 كبيات تالت حاجة مهمة جدا وهي ان احنا لازم نحاول في اللفس نبعد عن الملابس الدايقة لان الملابس الدايقة دي بتزود الاحتكاك وبتزود الجفاف وبتزود حدوث ظهور الجلد بالشكل اللي احنا قلنا عليه رابع حاجة وهي بقى الاستحمام الاستحمام لما نيجي يعني ناخد شاور اهم حاجة ان هو ما يزيدش عن 10 دقايق والمياه تبقى دافية من السخنة ليه؟ لان احنا لو زودنا عن 10 دقايق واستخدمنا مياه سخنة بالتالي حيزيل كل الترطيب اللي على الجسم وحيخلي البشرة جفة جدا فمهمة قوي ان احنا ما نزودش عن 10 دقايق حاجة تانية مهمة جدا ان احنا لازم بعد الشاور على طول نحط الكريم مرطب لازم الكريم مرطب ده بيبقى مهمة جدا لانه هو اللي بيحافظ على رتوبة الجسم وبيحمي الجلد من حدوث الجفاف فمهمة قوي بعد الشاور على طول تعملي ترطيب واخر حاجة معانا بقى هو ان انت ما تستخدميش اي صابون للجسم المعطرات والحاجات دي حاولي تستخدمي الصابون الطبي لانه بيبقى افضل جدا في حالة حدوث جلد الوزة وهو بيمنع بشكل كبير جدا رجوع الجلد بالشكل ده وبكده بمنتهى البساطة يبقى احنا عارفنا ازاي نعالج جلد الوزة اول حاجة ان احنا هنستخدم كريم مقشر من الكريمات اللي قلتها لكم ولو مش عايزين ممكن تعملوا خطة في البيب بمنتهى البساطة وتاني خطوة ان احنا هنستخدم كريم مرطب وبردو لو مش عايزين ممكن تستخدموا الحاجة اللي انا قلت لكم عليها بتبقى طبيعية ومش مكلفة ابدا وعرفنا ايه الحاجات اللي احنا نعملها علشان نتجنب انه الموضوع يتفاقم او انه الموضوع يزداب مرة اخرى اتمنى اكون قدرت اقفتكم في الحلقة دي وقدموكم معلومات مفيدة لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك وسبسكرايب شير للفيديو في كل حتة واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله باي باي